السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة سكوزين فاميلين يوم شاء الله سنشترك معكم نوع من أنواع سلو فيتمنين شاركت معكم أنواع أخرى سنخلي لكم إن شاء الله روابدي لها أسفل الفيديو وكذلك واحد المقلات اللي قدرنا نجربها مع بعض إن شاء الله خديتها في أكسيون مصنوعة من الحديد والكربون عادة هذه المقلات هذه التمن ديالهم كيكون مرتفع هذه خديتها بتمن يعني ما غاليش بزاف وقيلها ما بين ستة أورو وثمانية أورو يمكن مهم عادة بحال هذه المقلات هذه كيكونوا من ستين أورو والفوق هي لخصتها طريقة ديال استعمال ديالها أول مرة كنغسلوها ديال بالصابون كيف العادة وكن نبقى دائما فيما نبغى نستعملوها كنمسحوها بالزيت أنا غدا شريتها على قبل باش نحمر فيها ولا نحمص فيها الحبوب ديال سلو خطيتها على قبل سلو كنت ديره واحد المقلاء خاص صغيب يعني من اللي كان مغين نحمص فيها يعني شي حاجة بحال الحمص بحال أما اللوز والقرقاء وعادة دائما كنحمص ومناغي في الفرن هادي مع تقيلة 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 بزاف شريتها باش نحمص بها ان شاء الله الحبوب غدا نقول لكم رأيه بالنسبة هنا الزنجلان غصلتو كيف العادة و يعني دخلتو الفرن غي تنشف وذولتو بالنسبة هنا الحبوب اللي غدا نحمص في المقلات هي هاد الفوستق اللي هو البندق عفوان اللي هو النوازات واللوز تقريبا استعملت ميتين وخمسين جرام ميتين وخمسين جرام من الكاجو من اللوز ومن الفوستق عفوان البندق اللي هو النوازات وحبوب شيا وبالنسبة للشوفان استعملت أربعمية وخمسين جرام هنا بالنسبة الزبيب غي غسلتو وغدا نشفوه في الفرن يعني الفرن تكون درجة ديال الحرارة ديالو متعداش يعني ما بين سبعين وتمانين يعني خاصة تكون ناقصها بزاف باش غير كان نشفوه من الماء باش يلا در نفس له ما غديش ايخسر لنا سلو هنا صغ في غدا نا 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 ندر نحمص في الحبوب ديالي آآ غدا ننقص البوطة يعني مليسيان هنا استعملت هادي اليكتريك يعني درت على يعني على زوج اشعلتها على زوج يعني كتكون ناقصة بزاف وغدا هو كي العملية ديال التحميس كتم زيانة انا دائما كنغسل هاد الحبوب لانا كتكون فيهم لغبرة كنغسلهم بسرعة غيب المبارد وكن نخرجهم ننشوفهم اه هنا بالنسبة للتحميس كن نقصوا البطاء وكنقوا نحركوا 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 يعني حتى كي تحمصوا لينا مزيان يعني تكي ولي وقاس حين يعني كن ولي ونحلوا الحبة كتقطع لينا يعني تكي تخليها طياب من الداخل غي انا يعني صراحة كنفضلت تحمص ديال الفورن لانا هو ما كتبقيش واقفة عليه هكذا يعني من الاحسن وكي جيني بانا كيتحمصوا هاد الحبوب هادو بسرعة في الفورن كتر من نكنش ناخدو يعني الميقلات وخطقيلة يعني حمصت لينا مزيان ولكن انا هكذا انا ربحت شوية ديالوقت لانا استعملت الميقلات واستعملت حتى الفورن في نفس الوقت غدا نشارك معكم من بعد ان شاء الله شنو اللي حمصت في الفورن طافي كيف قلت لكم هي كتولي يعني كتر طاق حكتا يعني كم داو نسمعو ديك الترطيقة ما خسناش نحمروهم حتى يعني كنفقدو قعل المكونات اللي كتكون فيها اهنا بالنسبة لكا جوحة هي نفس الشي هي حساسة جدا خسنا نقصو عليها مزيان ونبقاو نحركو باستمرار انا ما كنت في صراحة نتحن كلشي بلا ما نحمصو لكن عراك عرفته الوليدات انا هادي سلو هذا اسميتو سلو بريستيج لانه فيه مكونات يعني رفيعة وزوينا اه 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 انا بالنسبة لحبوب الشيا غيسخانتها يعني انا ما حمرتهاش اه 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 اه، اه 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 هذا سلو اللي شاركت معكم لالسنه الماضية غدا نخلي لكم شاء الله اه اه رابط دياله اسفل فيديو خديت هاده المقطع هذا غي باش نوريكم بالنسبة التمر يعني الطريقة ديال تحميس ديال الفرق ديال يعني باش تحميس ديال الشوفان والتمر باش كي نشوف منهم الماء وكن حصلوا على يعني سكر طبيعي الأخوات اللي كانوا معي من العام لفترة عارفين الطريقة وجربوه الحمد لله كان الطريقة حصرية على القناة صافيك انا اختيت نفس المقطع ديال اللي عملي فات زبتو في هاد الفيديو بما انني دجا صورت هاد المقطع ما باش نعود نصورو انا كيف شفتو معي كان ناخد غي التمر كتاخدو القياس على حساب يعني الضوقة ديالكم لا كتبغوا الحلوة بزاف استعملو كمية كبيرة ديال التمر الا كتبغوا الحلوة تكون قليلة كتستعملو كمية قليلة كيف ما كتشوفو معي غي كنطحن هادا كتمر يعني من الاحسان انتاخدو التمر يكون نارتي طيب يلا كنطمر قاصح كترتبوه في الماء ما شي مشكيل وكتطحنوه او كتلبسوه بهدوك الرقائق الشوفين يعني كتلبسوه متاك يتلبسوه مزيان ام بعد كندخلوه الفرن يكون يعني متوسط ما يكونش اه الحرارات ما تكونش مرتافعة باش ميتحرقش لناذا كنتむر يعني مل احسن تكون من مئة وعشرين ولا مئة وربعين ولا مئة وخمسين على حسب الفرن ديالكم لانا كنين شي يعني بعض الكنين شي فرن اللي كتكون يعني وخاك تدير مئة وخمسينة كيكون الحرارة مش تافعة ايدا نقصوه واحد شوية كيف ما كتشوفو معاياها هو كي ولي يعني مقرمش باش ما كيغملش لنا يعني سلو ديالنا طاحن وعوتانية كي يقولي على هذا الشكل يعني كيي يقولي على شكل دقيق اه تقيق اه في هارية الكغاميل من كتبضوا طاحنو كتشمو ريحت الكغامل وهناك كيف ما كتشوفو معايا استعمل شوية ديال الملح استعمل شوية ديال الخروب مطحون استعملت القرفة استعملت غيم ملعقة فقط ديال الكاكاو استعملت شوية ديال القرفة وبالنسبة يعني اللوز و البندق يعني تاهم ما طحنتهم 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 يعني مرات عديدة حتى كيخرج منهم ذاك الزيس يعني ما تيأسوش طحنوهم من طحنوهم طحنة لولا من بعد قدروا مشيو تقديوش يشغل بما برد لكم يعني الروبو ومن بعد كتعودو طحنوهم طحنة ثانية بالنسبة الهنا بغيت نوريكم بالنسبة الاخوات اللي كيسولوني على الشوكولا من النوعية الجيدة انا هادا ما بقيتش كان شريه دابا في المغازابيو مشيت لقيتو هكذا بالعبار كيتباع يعني قريت لزنغريجون ديالو الحمد لله ما في التاشي اضافات وفيها كيمياء ديال الكاكاو مرتفعة وخديتو حتى الريحة ديالو زوينة بزاف غيق البورة ان شاء الله تحصلو على نوعية ديال الكاكاو عفوان شوكولاة مزيان صافي هنا كيف شفتو يعني خلط المكونات عادي يعني حتى الجانسو مزيان مع بعض زدليهم يعني زدليهم الزبيب اللي لينشفت في الفرن زدليهم حتى الشوكولاة يعني ممكن تحكو الشوكولاة لو ما بوتوست تعملو هكذا شوكولاة حبيبات كيجي يعني سلو بريستيج وفي نفس الوقت انا حطرتو هذا على قبل الوليدات لانهم هذك سلو الاخر اللي كان حضرت لعليهم في الراس ما بقاوش وبغاوه ذك شي باش انا يعني حطرتو بهالطريقة هادي وكي شفتو معايارة يعني استعملت بزاف هاد المراز انجلان صحيح وخديت شوية ديال نوازاته هو قطعته صحيح وخديت حتى شوية ديال يعني كل حاجة خديت منها شوية قطعته غيب غيب الموس يعني ما طحنتوش فتحانة باش يبقى هكذا مهم هادا حضرتو بالطوقة ديال ولداتي وممكن يعني تقدموه حتى للضيف ديالكم بعينكم غمضين كيجي واحد المضاق يعني لا يعلى عليه مضاق رائع جدا ما استعملتش حبت حلاوه ونافع لانه هادو كي ما بقاوش بغاوهم الوليدات ديالي ذك شي لاش بغاو توضيفوهم ممكن اضيفوهم وإلا بغيتو ان شاء الله الروابط ديال سلو القديم هنخليه ليكم ان شاء الله اسفل فيديو ومازال غدا نشارك معكم ان شاء الله سلو اللي غدا نحضر اللي غنحضره لينا احنا يا ان شاء الله لانه تراري الوليدات سلو ديالهم بوحدهم وحنا يا سلو ديالنا بوحدنا مهم هنا خليت لكم الصور ديال الفيديوهات القادمة ان شاء الله حضرت لكم يعني بطبوط بالخميرة البلدية وكذلك هنا يغضي كونو كبكيك مالحين بدون دقيق ان شاء الله نشارك معكم الوصفة عما قريب ان شاء الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة